على سرير طفلتها تجلس السيدة سعاد وهي تحمل طفلتها رهف البالغة من العمر الثمانية أعوام وهي عاجزة عن تقديم أي شيء ينقذها سوى النظر إلى صورتها قبل أن يتملكها المرض ونقص التغذية الحاد والذي حول جسدها الصغير إلى جسم ترتسم عليها عظامها النحيلة بعد أن كانت تنعم بصحة التامة رهف مع مرض أعصاب وسوق تغذية رهف وزنها الحالي 10 كيلو هالأتية كان وزنها 35 كيلو بسبب عدم توافر الغزاء والدواء والتشخيص حالتها والمشافي المختصة دهور أوضاعها صحية لهذا الحاد لم تكن رهفية طفلة الوحيدة التي تعاني من نقص التغذية في الغوطة الشرقية بل سجلت عدة وفيات بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة نتيجة هذا المرض فيما يتحدث الأطباء عن أن السبب الأبرز له هو عدم حصول الطفل على التغذية الصحية الكافية من الغذاء اليومي أو عدم كفاية حليب الأم فيما تتواصل أعداد الحالات بالازدياد نتيجة الحصار المطبق الذي تفرده ميليشيات النظام على بلدات الغوطة طبعا نتيجة الحصار المفروض نتيجة انعدام المقاومات الأساسية التي يحتاجها كل طفل نرى أن هذه الحالات في الزدياد فقد تطورت الحالات من حالات مهددة بسوء التغذية إلى حالات لديها سوء تغذية متوسط حالات سوء تغذية متوسط أصبح لديها سوء تغذية شديد الوضع كارثي جدا ونحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة وإلا فأن الوضع سيكون كارثيا ويلات الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات النظام على مناطق الغوطة باتت تظهر تدريجيا على وجه الأطفال في ظل صمت دولي مريب يتواصل مع استمرار القصف والتصعيد اليومي على غوطة دمشق الشرقية نشرت منظمة اليونسيف مؤخرا تقريرا قالت فيه أن ألفا ومائة طفل مصابا بسوء التغذية في الغوطة الشرقية فيما تقول تقارير محلية على أن الأعداد ربما أكبر من ذلك بكثير نتيجة الحصار المفروض على الغوطة الشرقية محمد عبد الرحمن أورينت نيوز ريفو دمشق ترجمة نانسي قنقر